قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون يضرب الله المثل للكافر الذي كان يعيش في الظلمات ثم أحياه الله وجعل له نورا يحيا به في الناس ومعنى فأحياه الله أي أحيا قلبه بعد موته فالقلوب على نوعين قلب حي وقلب ميت فما معنى أن يموت القلب القلب خلقه الله ليرى الحق ويعمل به فإذا أصبح القلب لا يرى الحق ولا يعمل به فقد تعطل عن وظيفته التي خلق لأجلها فيكون كالعضو الميت الذي لا خير فيه لذا فرق الله بين من يأتيه الحق فيؤمن ومن يأتيه الحق فيتولى ويعرض فجعل الأول حي والآخر ميت قال تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون كيف تموت القلوب إذن وكيف تحيا قال تعالى وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون فهذه منافذ معرفة الحق وسيدها هو القلب وقد أعطى الله الإنسان السمع والبصر والقلب ليعرف ربه ويعبده وحده لا شريك له قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ فما من إنسان إلا وهبه الله قلبا حيا مبصرا حتى يعرف ربه فيؤمن به ويتبع الحق الذي أنزله فمن الناس من أقبل على الله تعالى فآمن ولم يتبع الهوى فأحيى الله قلبه وزاده حياة ونورا ومنهم من تولى وكفر وأعرض فمات قلبه فهو في الظلمات ليس بخارج منها فأصل حياة القلب ألا يكون فيه إله معبود إلا الله وحده فبه تكون الحياة وأعظم أسباب موت القلب أن يكفر العبد بربه أو يشرك به وحينئذ يصبح العبد الذي مات قلبه أصم لا يسمع الحق أعمى لا يرى أما أحياء القلوب فيتفاوتون بحسب ارتوائهم من الغيث الذي أنزله الله حياة لقلوب العباد فإن الله جعل وحيه روحا تحيا به القلوب ونورا تبصر به الحق من الباطل قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فكلما استجاب العبد لهذا الوحي كان القلب أعظم حياة وأنعم وكلما كان أبعد عن الاستجابة ضعوفت حياته وقلت بصيرته قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون